هي الفلوس ما بقاش فيها بركة ولا هو التضخم ولا يلي بيحصل للجنيه بالزبط لو قررت انك تدخل السيبر ماركت حاليا تشتري مثلا لابد تلاقي نفسك خارج دافع حوالي 900 جنيه تروح البيت تلاقي فطورة الكهرباء تدفع زيهم 3 مرات وكأنك بترمي في بحر ومفيش اي تحسن للوضع المادي باي شكل حقيقة الاسعار بقيت غالية نار والمواصلات بتحرق الفلوس ومصاريف الاولاد بقى لو حضرتك متجوز ومخلف يعني ما بقيتش دوم انتلاقي بكرة انك تقدر تاكل ولا لأ واسعار الفايدة في العالي نار يا حبيبي نار والشباب مش عارفين يتجوز ولا يفتحوا بيوت وكله بيدور على ازاي يقدر يزود دخله عشان كده يا صديقي لو انت بقى نفسك تزود مرتبك وتعمل فلوس حلوة يبقى الفيديو ده ليك انا رائد حاكم ويلا نبدأ الحكاية وانت شاب لسه حديث التخرج من كليتك اول حاجة بتعملها انك تدور على شغل بمؤهلك الدراسي وبتبذل مجهود كبير انك تلاقيه ولما بتلاقي شغل للأسف بيكون بمرتب مش كافي لمتطلباتك وبتضطر انك تتخلى عن حاجات كتير ورفاهيات ممكن تساعدك لتقليل الضغط وده لان المرتب مش مكفي يعني مش قادر تبدأ بيه حياتك وبتلاقي نسبة استغلال الحقيقة كمان من جهات التوظيف فلازم في البداية تبدأ تدور على مصدرين داخل مختلفين عشان بس تقدر تسد العجز اللي هيكون في حياتك المادية وحاول تعمل ده باقصى جهد ممكن صوصا لو فكرت انك تاخد خطوة او تتجوز لان مستقبلا هيبقى فيه اسرة وبيت واولاد ومدارس ومصاريف بتزيد كل مدى فلازم يكون فيه مصدر داخل تاني هتقول لي يا عمه وانا عارف اعمل مصدر داخل واحد عشان اعمل اتنين ابسطها لك وانت بتدور على مصدر داخل خاص بمؤهلة يعني لو في تجارة هتحاول تكون محاسب وخلاص لو هندسة هتشتغل هندسة وخلاص بس للأسف ده مش هيكون كافي اطلاقا لان في سوق العمل دلوقتي مفيش مبدأ الوظائف الثابتة والترقية بالأقدمية وخلاص تحديدا في القطاع الخاص يعني لو حضرتك مقدرتش تطور من نفسك طول الوقت مش هتقدر تثبت في الشغل بتاعك وبالتالي مرتبك عمره ما هيزيد هتسأل وتقول طب اعمل ايه عشان اقدر اوفر مصدر داخل تاني اقول لحضرتك زق نفسك في شغل الفريلانس وانت بتدور على شغلك الاساسي لازم تتأكد ان الشركة اللي هتشتغل فيها مش هتستغلك وتشغلك 12 ساعة بسعر 8 ساعات لانك كده مش هيكون عندك وقت لأي شغل تاني وهتسحل نفسك ومش هتستفيد حاجة في الآخر ولازم تعود نفسك انك تحوش من مرتبك مبلغ حتى لو بسيط عشان تاخد على التوفير والاقتصاد وانت بتدور على مصدر داخل تاني لازم تكون بتفهم فيه طبعا وبتعرف تتعامل فيه يعني تكون حاجة حابب انك تشتغل فيها مش اي حاجة والسلام لانك لو اشتغلت في حاجة ما بتفهمش فيها اكيد هتفشل ومش هتحقق حاجة يعني مثلا لو بتحب اللغات حاول تشتغل في مجال الكورسات بجانب شغلك وشوف بقى بيقبضوا كام مش اقل من 15 الف جنيه ولو شكلك كويس وشيك كده شوف مجال زي الاشرينج او البي ار بدوام جزئي لبعض الشركات ولو صوتك كويس كده وحلو وغاوي او هاوي مجال الفويس اوفر بتدي سجل لنفسك بورتفوليو ووزعه على الشركات الصغيرة والمتوسطة لو بتحب مثلا الدراسة اشتغل في مساعدة الطلبة في دراستهم بمبلغ اقل من المدرسين او المعيدين عشان يبقى عندك طلاب كتير هنقول برضو لو بتحب تسافر كتير وعارف كل اسرار الطرق استغل الفرصة دي واعمل صفحة وبيجي على الفيسبوك وممكن تبقى منظم رحلات بعد ما تعمل جمهور ودعاية لرحلاتك من خلال صورك بس ولو حضرتك بيع شاطر اعمل شراكة مع موردين لمنتجات مختلفة واشتري منهم بضاعة كتيرة بسعر الجملة وبيعها للناس على السوشيال ميديا بسعر يناسب الفئة اللي بتتعامل معها وتأكد من جودة المنتج اللي بتبيعه عشان تقدر تكسب العملة وكل ده من خلال بيتجي او جروب على الفيسبوك او الواتسا الحقيقة دي كلها حلول ومصادر دخل لحضرتك عشان تقدر تعمل منها فلوس في مصر لان محدش عارف الايام الجاية تحديدا هنعيش ازاي ولا منين مع كل هذه الازمات الاقتصادية اللي بتحصل مش في مصر بس ده في كل دول العالم كمان يعني لما تعمل ده هيكون قدامك اكتر من طريق ساعتها شغلك الاساسي هيكبر مع الوقت وهيكون في مجالك او مجال تخصصك اما شغلك التاني هيكون في حاجة او هواية انت بتحبها وبتحوش منها فلوس للسفر او للفسح وده عشان تقدر تواكب ارتفاع الاسعار الكبير والتضخم اللي عمالي زيد والاهم من ده كله لو شغلك الاساسي لقدر الله حصل فيه حاجة وسبته فهتلاقي بديل قدامك وانك ما تقفش محلك سر وساعتها لما تقدم على شغل تاني هيكون معاك اكتر من خبرة فهيكون ليك ان شاء الله الاولوية وممكن شغلك التاني الفرعي مع الوقت يتحول لبيزنس ودخلك مثلا لو كان خمس تلاف هتلاقيه بقى عشر تلاف وبعدها عشرين الف ويمكن اكتر كمان يعني دخلك مش بس هيزيد لا ده هيتضاعف كمان مع مرور الوقت حتى لو حصل مشاكل في الدخلين في نفس الوقت لو قدر الله يكون عندك سند مادي انت بالفعل محوشه لان الفريلانس عموما هتلاقي الدخل فيه مش ثابت شهر هتلاقي مكسب في السماء وشهر هتلاقي المكسب ما بيعديش الالفين جنيه مثلا يعني بس الحقيقة ان ده كله عايز معافرة وارادة وعزيمة وتصميم على النجاح بس انت خد الخطوة الاولى وابدأ بس انت ابدأ اعمل اللي عليك ويسيب الباقي عليه على ربنا وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة لأمل اللقاء بكم في حلقات اخرى قادمة بالإذن الله السلام عليكم